يشارك رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى البوابة العالمية والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبية على مدى يومين بالعاصمة البلجيكية بركسل من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة الخاصة بالتحول للطاقة الخضراء والهايدروجين الأخضر التي ترك فيها عدد من رؤساء الدول والحضر كما سيعقد مدبولي عددا من اللقاءات الثنائية على همش المنتدى مع عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي استراتيجية البوابة العالمية للتعزيز شركات الاتحاد الأوروبي وربطه مع البلدان والمناطق في جميع دول العالم من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في شبكة عالمية من سلاسل النقل والتوريد وذلك في مجالات من بينها الطاقة الخضراء والمناطق والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والصحة مع تركيز على تحقيق التنمية المستدامة في تلك المجالات